السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى يونس الزمالك مظلوم ونص وتلك الدلالات أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق على رأيه السابق بأن نادي الزمالك يتعرض للظلم وهو أكثر نادي تعرض لظلم الفترات الأخيرة مصطفى يونس وخلال تصريحات تلفزيونية أكد أن زمالك يتعرض للظلم من خلال حالة عدم الاستقرار الإداري والفني الذي يعيش فيها خلال السنوات الأخيرة وتحدث أن زمالك مظلوم بل ومظلوم ونص وليس مظلوم بس مؤكدا أن هناك العديد من الدلالات التي تؤكد ذلك ووصل زمالك والنادي الوحيد الذي يعاني من حل مجالس الإدارات ورحيل أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء أندية وتعيين لجان مؤقتة وحالة عدم استقرار مستمر بشكل عام وطلبه مصطفى يونس من أولاد النادي بالوقوف بجوار النادي دوما في أصعب الظروف التي يمر بها السيستم يا مصطفى مش معمول غير لنادي واحد بس والمنظومة كلها فسدة